القطاع النشيب الناد الاهلي بيأمر بطفرة كبيرة جدا الطفرة مش بالكلام الطفرة دلوقتي هنشوفها مع حضراتكو من خلال جدول ترتيب المسابقة هنبتدئ مع جدول مسابقة تسعة وتسعين ما شاء الله الناد الاهلي متصدر جدول المسابقة لعب ثمن مباراية فاس في ستة تعادل في مباراة هزيمة في مباراة وحيدة له تلاتة وعشرين هدف وعليه سبع هدف عنده تسعتاشر نقطة امي في مركز التاني ونتاج الحرب في التالت غز محلة في الرابع والجنة في المركز الخامس ده بالنسبة لتسعة وتسعين نروح لألفين واحد ألفين واحد أيضا الناد الاهلي متصدر في المركز الأول اللاعب عشر مباراة فاس في سبعة تعادل في مراة وحيدة هزيمة في ماتشين له اتنشر هدف وعليه خمس هدف له من النقاط اتنين وعشرين نقطة الجنة في المركز التاني امبي في المركز التالت سموحة في الرابع لانتاج الحربي وغز المحلة نروح لجدول المسابقة الفين وتلاتة 2003 كان عندنا من الفرق اللي ما بتنفسش أو بتبتعد عن صدارة المنفسة ما شاء الله السنة دي مع كبت محمد شرف وصلت تصفيات النهائية هي في المركز الثاني برصيد 17 نقطة أمبي في المركز الأول سموها في المركز الثالث الإسماعيلي في المركز الرابع والخامس إنتاج الحربي والسادس الجونة نروح لمسابة 2006 ما شاء الله عندنا مسابقة قوية جدا مسابة 2006 بتلعب بطولة الجمهورية وكمان ما شاء الله فرقة مميزة جدا فرقة 2006 النادل أهلي متصدر في ترتيب المسابقة لعب ثمان مباريات فاس في ثمان مباريات ما شاء الله العلامة الكاملة ما فيش تعادل ما فيش هزيمة له 17 هدف وعليه 6 أهداف 24 نقطة المركز الثاني الإنتاج الحربي المركز الثالث الإسماعيلي المركز الرابع المؤين العرب الخامس سموحة والسادس وادي دجلة والمركز السابع البنك الأهلي ده جدول أو شكل جدول المسابقة مع فرق قطاع النشي بالنادل أهلي وكنا مع حضراتكم مع مباراة 99 الزعناء الأسبوع اللي فات كانت أمام الجنة ومشاء الله النادل أهلي وشوفنا لعيبة مشاء الله ظهرت بمستوى رائع وشوفنا كمان خمس أهداف رائعين وقتها